معك محمد بعد تراجع ملحوظ على الجبهة بالمواجهات يوم أمس الآن المدفعية الإسرائيلية تقصف مواقع في القطاع الشرقي جنوب لبنان ما هي آخر التحديثات الميدانية وعد في الساعات الواضعة وتحديدا منذ يوم السبت حزب الله خفض تدريجيا من عملياته التي يشنه على المواقع الإسرائيلية يوم الثلاثاء سجل فقط ثلاث عمليات يوم أمس لم يسجل حزب الله ولم يعلن عن أي عملية باتجاه المواقع الإسرائيلية وبالتالي يمكن الحديث بوضوح أن حزب الله في الأيام الأخيرة وتزامنا مع عيد الأطحى وتزامنا مع أقبال بعض أهالي القرى والمواطنين على تفقد قراهم في هذا العيد عمد إلى خفض التصعيد على هذه الجبهة ولكن ما يسر على حزب الله لم يسر على الجيش الإسرائيلي وإن كان صباحا يوم أمس شهدنا تراجع في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان ولكن في فترة بعد الظهر يوم أمس وتحديدا مع فترة حتى الليل إنجاز التعبير شهدنا قصف مدفع إسرائيلي متقطع على بعض القرى يضاف إليه استهدافات بالمسيرات وأيضا الطيران الحرب لبعض النقاط وأدت إلى إصابة خمس مدنيين بجروح طفيفة وتحديدا في الغارة التي استهدفت أطراف بلدة شقرة ويستمر حتى صباحا اليوم القصف المدفعي المتقطع للجيش الإسرائيلي وآخر ما سجلناه هو سقوط قذيفتين مدفعية من المدفعية الإسرائيلية على أطراف بلدة راشية الفخار عموما كل الأنظار هنا في جبهة الجنوب وإن كان حزب الله عميد على خفض التصعيد في الساعات الماضية تتجه إلى جولة أموس هوكشتاين الأثنين في تل أبيب والثلاثاء في العاصمة بيروت المشهد عموما هناك شبه قراءة واضحة لما يحملها الموقف الأمريكي واضح إن كان على لسان أموس هوكشتاين سابقا أو أنتوني بلينكين تحدثا عن صعوبة فصل جبهة جنوب لبنان عن جبهة غزة تحدث هوكشتاين سابقا عن ضرورة إبقاء الاشتباكات أو المناوشات بين حزب الله وإسرائيل في حدودها الدنيا ريثما تنضج ظروف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبالتالي يعتقد هنا في الأرواق السياسية اللبنانية أن المهمة الأولى لأموس هوكشتاين ستكون في ضبط إقاع هذه الجبهة منع التصعيد منع توسع هذه الاشتباكات بانتظار ما ستصفر عنه المفاوضات المتعلقة بوقف العدوان على قطاع غزة خصوصا أنه في الفترة الماضية شهدنا انكفاء أمريكي واضح وكان هناك فقط تركيز على هذه المعادلة لجهة إبقاء التوترات في حدودها الدنيا وصرح صراحة أموس هوكشتاين عندما قال أن هناك خشية أمريكية فقط من أن أي حدث مثل اغتيال الحج أبو طالب على سبيل المثال الأسبوع الماضي قد يؤدي إلى جر المنطقة وتحديدا جبهة جنوب لبنان إلى حرب أوسع بمعنى النطاق اقوعد